خلينا نشوف الجزء ده من كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس صدارة النادي الأهلي وارجع لحضراتكم في السادسة ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنوت في خطاب التنظيم وحزف البند الخاص بالمباراة النهائية لدور الأبطال هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي فالساد المسؤولين في تحاد الكرة تحدثوا بكسافة في الإعلام خلال الفترة الماضية ودائما يتوقفوا عنده نقطة واحدة إن النادي الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة ولو كان طلب كانوا سينفزون رغبات طبعا حقيقة أمر غريب وأنا الحقيقة مش قادر ألاقي حاجة غير الابتسامة بس الابتسامة بس ولكن نادي الأهلي بيدرس كل المواضيع ما بيتكلمش عن خلال لوائح أولا لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح المسؤولين في اتحاد الكرة لكن يجب أن يكونوا عندهم دراية كبيرة بكل اللوائح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر ثانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة بالتأكيد اتحاد الكرة البند وهيطلع لسيدتكم البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة نصها نص البند كالآتي سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط فقط في احدى الدول فقط في احدى الدول التي يتم اختيارها من الكبل الكاف احدى الدول هذا هو البند الذي نصه على اقامة المباراة باحدى الدول وليس باحد الاندية احدى الدول علما بان الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا انها دايما بتساند استضافة بلدنا لكل الاحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده فترة الاخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولة كتير جدا فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حرصين على ده وحرصين ان مصر تتواجد تتواجد في تنظيم احداث راضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا سالسا كيف يتقدم نادي لإصدافة لإصدافة المباراة النهائية ممكن يخرج تاني متش على طول أول موارا يخرج كيف يتقدم نادي لإصدافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى لا يوجد شيء مضموط في كرة القدم كرة القدم الكرة ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع بره تخسر ده طبيعي هي دي الكرة رابعا الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ تلات سنوات في أفراقيا من تلات سنين في أفراقيا أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة ناديا واحدا في كرة أفراقيا تقدم لإصدافة نهاية البطولة يعني اسمحوا لي أرجع بكم من وراء شوية في نسخة الدولي الأبطال قبل الأخيرة النسخة التي توجد بها النادي الأهلي على حساب كايزر تشيبز ولازم نسأل نفسنا هو إيه الفارق في رد الفاعل عند النادي الأهلي على الرغم من البطولتين دول البطولة الأخيرة أو قبل الأخيرة تم استضافتهم أو استضافة المملكة المغربية الشقيقة للمباراة نهائية وبالمناسبة في نسخة كايزر تشيبز في نسخة النجمة العشرة كان المرشح لمقابلة النادي الأهلي المرشح يعني الأكبر يعني الحصوص أوفر يعني لمقابلة النادي الأهلي في المباراة النهائية في النسخة دي كان الوداد حسابات الوداد كانت أتقل بكتير جداً من حسابات كايزر تشيبز والتفرج على المطشين دوليسة فكانهم بتفاصيلهم يعني عن رغم أنها توقعت أنه كايزر تشيبز هيعمل مفاجأة أو يخرج الوداد وقد كان لكن الوداد ككورة كان أتقل بكتير جداً وكان هو المرشح الأكبر والأقوى للوصول للمباراة النهائية أمام النادي الأهلي برضو في المغرب في نفس الملعب ليه الأهلي في التوقيت ده ما عملش نفس رد الفعل اللي حصل في النسخة الأخيرة ببساطة شديدة جداً لأن الأمور تمت بمعايير الأهلي مش بيدافع على لقب البطولة الأهلي بيدافع عن حقوقه المرتبطة بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص نخسر بس في حظوظ متكافأة يوجد فرص للمنافسة تسمح بمنافسة شريفة فبالتالي اختلف تماماً تماماً رد فعل النادي الأهلي عن استضافة المغرب الشقيق لبطولة دوري الأبطال في النسخة القبل الأخيرة عن الرد الفعل لأنه التوقيت توقيت الإعلان عن استضافة المغرب توقيت مجبوه لازم يثير الشك وده ما كانش رد فعل هنا في مصر بس ده كان رد فعل في العالم كله وانتوا تابعتوا حتى الناس اللي بتابع السادسة لما استعرضنا الملف ده مع الجملة العالميين اللي بيشرفونا في السادسة في الفيديو كونفرنس الكل استعرض واستنكر بشدة وخصوصاً كمان اللي زاد الطين بلا انه انه المغرب بتستضيف النسخة نسخة الأخيرة للمرة التانية على التوالي يعني ومكاين أفريقيا اللي فيها أكتر من 52 دولة ما فيهاش ملاعب تسمح باستضافة البطولة برا المغرب فالتوقيت التكرار دول كانوا مشكلتين مهمين جداً حب الأهلي انه وهو بيكلم على الكرة الأفريقية وبيخطب للتحاد الأفريقي وبالمناسبة الحقيقة كابتن الخطيب النهاردة أشاد بباتريس موتسيبي وقال انه ومازال متفائل به وانه بمجرد يعني إعلان عن انه هو هيتولى منصب رئيس اتحاد الأفريقي كان متفائل ومازال عند تفاول وحجم الوعود اللي قطعها موتسيبي على نفسه ردود فعلي موتسيبي اللي أنا كلمت حضراتكم معانا هنا في السادسة وقلت لكم انه اول رد فعلي من الرجل الاول في التحاد الأفريقي كان حالة غضب واستنكار على الأقل مش هقول رفض واستنكار لإعلان المغرب كدولة مضيفة ليس تقليلاً ولا تشكيكاً في قدرات الأشقاء المغربة على استضافة الحدث ولكن هي الفكرة انه كان خلاص عرفنا انه في فنيئ مغربي هيكون طرف في المبرنة توقيت الاعلان كان صعب قوي تكرار استضافة المغرب كان صعب قوي ان احنا تقبلوا المراضي الحقيقة يمكن في نفس الإطار واحنا تكلمنا في ده كتير قوي وانا جماعة وخطبنا المسؤولين في التحاد الأفريقي وقلنا ما ينفعش أبداً على الإطلاق انك تقارن او تحاول تقلد القرى الأوروبي في حاجات كتيرة جداً أولى انك تحطها في ترتيب أولوياتك لا تصلح ما ينفعش يعني طبيعة القرى طبيعة الزروف الاقتصادية طبيعة الطبيعة الجغرافية نفسها طبيعة الإمكانات اللي بتتمتع بيها الأندية الأفريقية والجمهية الأفريقية الطبيعة السياسية حتى دخلة في الرياض وكابت الخطيب يتكلم في ده